اشتركوا في القناة الاندلس الابتدائية الخاصة للبنين اهلا بكم في الفيديو لحل التدريبات الاثرائية لنهاية الفصل الدراسي الاول والان عزاء الطلاب مع السؤال رقم واحد عدة صاعديا لإيجاد ناتج الجمع ثمانية زائد ستة يساوي لنعد تصاعديا من الثمانية ستة اعداد ما هي الاجابة الصحيحة اوقف الفيديو ثم اجب عن السؤال احسنتم الاجابة الصحيحة هي اربعة عشر السؤال رقم اثنان ما العدد الناقص في حقيقة الجمع والطرح لدينا سبطاشر ناقص ثمانية يساوي وعلى اليمين ثمانية زائد فراغ مربع فارغ يساوي سبطاشر ما هي حقيقة او ما هو العدد الناقص الذي يكمل حقيقة الجمع والطرح احسنتم الاجابة الصحيحة هي تسعة لان سبطاشر ناقص ثمانية يساوي تسعة وثمانية زائد تسعة يساوي سبطاشر السؤال رقم ثلاثة ما العدد الناقص في خط الاعداد المفتوح لدينا خمسة وعشرين زائد عشرين يساوي على خط الاعداد لدينا خمسة وعشرين نضيف لها عشرة تصبح خمسة وثلاثين نضيف ايضا عشرة فتصبح احسنتم خمسة واربعين الاجابة الصحيحة خمسة واربعين والان السؤال رقم اربع من رقم الذي يجعل الجملة العددية صحيحة لدينا عزاء الطلاب هنا في الاعلى خمسة واربعين زائد فراغ في الاحد وثلاثة في العشرات مجموعهم يساوي ثمانين هل في هذا الفراغ سأضع اي اربعة ام بي خمسة ام سي ستة لنفكر احسنتم الجواب هو خمسة لان خمسة زائد خمسة عشرة صفر واضع واحد في خانة العشرات في الاعلى واحد زائد اربعة خمسة زائد ثلاثة ثمانية ومع السؤال رقم خمسة ما ناتج الجمع لدينا هنا الاحد والعشرات الاحد سبعة وسبعة والعشرات خمسة واثنان كيف اجمع اعزائي الطلاب اولا ابدأ بالاحد اقول سبعة زائد سبعة احسنتم اربعة عشر اربعة وفي الاعلى واحد واحد زائد خمسة ستة زائد اثنان ثمانية اذا الاجابة الصحيحة هي اربعة وثمانين السؤال رقم ستة ما الرقم الذي يجعل الجملة العددية صحيحة لدينا هنا عزائي الطلاب لدينا الاحاد فراغ والعشرات ستة ناقص واحد وثلاثين يساوي اربعة وثلاثين هنا يجب ان اضع احد الارقام الثلاثة ثم اقول الرقم هنا ناقص الاحاد واحد يساوي الاربعة ما العدد الذي اطرح منه واحد يساوي اربعة احسنتم الخمسة اذا الجواب هو خمسة ويصبح العدد هنا كاملا خمسة وستين ناقص واحد وثلاثين يساوي اربعة وثلاثين السؤال رقم سبعة اكتب حقيقة قريب الضعف وحلها اعزائي الطلاب لنعد هنا المكعبات الموجودة واحد اثنان ثلاث اربعة خمسة فنضع في الاسفل خمسة زائد ما عدد المكعبات في الاسفل احسنتم سبعة يساوي خمسة زائد سبعة لأعد المكعبات جميعا في الاعلى والاسفل ما عددها ممتاز يا ابطال عددها اثنى عشر ومع السؤال رقم ثمانية استعمل انماط حقائق الجمع لإكمال الجمل العددية صفر زائد فراغ يساوي خمسة ما هو الرقم الذي اضعه هنا لتكون الجملة صحيحة الجملة العددية احسنتم خمسة اثنان زائد ثلاث يساوي احسنتم خمسة في الاسفل ثلاث زائد اثنان يساوي خمسة وفي الاخير ثلاث زائد اثنان يساوي خمسة احسنتم يا ابطال والآن عزائي الطلاب السؤال رقم تسع اكتب جملتين عدديتين تمثلان الشبكة لدينا هنا شبكة من التفاح تتألف من ثلاثة اسطر واربعة اعمدة في كل عمود ثلاث تفاحات وفي كل سطر وفي كل سطر لدينا اربع تفاحات فنكتب الجملتين العدديتين اي التين تمثلان مجموع الشبكة كالتالي ثلاث زائد ثلاث اربع مرات يساوي اثنى عشر اي جمعنا اربع اعمدة يساوي اثنى عشر او ثلاثة اسطر في كل سطر اربع تفاحات فلدينا اثنى 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 تفاحة ومع السؤال العاشر احباء الطلاب اجمع باستعمال لوحة المئة ارسم اسهما على اللوحة ثلاثة وثلاثين زائد خمسة واربعين يساوي عندنا هنا نضع في البداية دائرة على الثلاثة والثلاثين عند الجمع باستعمال لوحة المئة انزل الى الاسفل بمقدار احسنتم اربع صفوف الى الاسفل ثم خمسة الى اليمين فيكون الناتج هو ثمانية وسببا اعزائي الطلاب نحن نقوم بالنزول الى الاسفل بمقدار العشرات واحد اثنان ثلاثة اربعة ثم نذهب الى اليمين بمقدار الاحد الاحد هنا خمسة واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة الناتج هو ثمانية وسبعين مع ب لدينا من السؤال العاشر استعمل خط الاعداد المفتوح لايجاد ناتج الجمع لدينا هنا 52 زائد 20 كم قفزة اقوم بالقفز من 52 يا ابطال احسنتم قفزتين في كل قفزة 10 فابدع عند 52 زائد 10 لدينا 62 زائد 10 كم سيكون الناتج ممتاز يا ابطال احسنتم 72 اذا النتيجة 72 والان مع السؤال رقم 11 فكك الاعداد لايجاد ناتج الجمع عند التفكيك اعزائي الطلاب نفكك الاحد والعشرات الى قيامها المنزلية فنجد هنا اثنان الاحد اربعين العشرات ايضا تسعة عشر لدينا تسعة احد وعشرة في العشرات نقوم بجمع العشرات في البداية فنجد الناتج هنا عشرة زائد اربعين يساوي عشرة زائد اربعين يساوي خمسين الاحد لدينا تسعة زائد اثنان احد عشر اجمع خمسين زائد احداشر اجمع الاحد مع الاحد صفر زائد واحد يساوي واحد وخمسة زائد واحد ستة اذا مجموع تسعة عشر زائد اثنين واربعين يساوي واحد وستين السؤال رقم اثنى عشر حل المسألة الآن التالية لدى احمد ثمان اقلام اعطى منها اربع اقلام لاخيه ثم اشترى سبع اقلام اخرى كم قلما اصبح لدى احمد لنقرأ المسألة ونحلها معنا لدى احمد ثمان اقلام اعطى منها اربع اقلام لاخيه هل زاد عدد الاقلام لدى احمد ام نقاص احسنتم نقص عدد الأقلام إذن أقول ثماني يناقص أربعة ويساوي أربعة ثم اشترى سبعة أقلام أخرى كم قلما أصبح لدى أحمد إذن أحمد لديه الآن أربعة أقلام اشترى سبعة أقلام أحسنتم يا أبطال أصبح لديه أحد عشر قلما ممتاز السؤال رقم ثلاثة عشر اجمع وارسم قوالب القيم المنزلية أعد التجميع إذا لزم الأمر لدينا أعزاء الطلاب هنا سوف نقوم برسم دائرة حمراء لتمثل عن واحد من الأحاد لدينا في الأحاد هنا سبعة وبالتالي نمثلها بسبع دوائر في اللون الأحمر ولدينا أسفل السابق سبعة ثلاثة فنقوم بتمثيلها بثلاث الدوائر في الأحاد العشرات لدينا اثنان نضع خطان كل خط يمثل عشرة لدينا هنا ثلاثة وعشرين اثنان في العشرات أيضا خطان قلنا في دروس السابقة أحباء الطلاب كل عشر نقاط نضعها ضمن دائرة ثم ننقلها إلى خانة العشرات فنرى هنا بأنه أصبح لدينا في الأحاد واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أصبح لدينا عشرة فنضعها ضمن دائرة وننقلها إلى العشرات لتصبح عشرة على شكل خط هنا فيكون في الأحاد لم يبقى لدي هنا أي نقطة فنعبر عنها بصفر ثم نضع في الأعلى واحد وأصبح لدينا هنا خمس خطوط فنكتب في العشرات خمسة إذن أصبح لدي المجموع خمسون إذن سبعة وعشرين زائد ثلاثة وعشرين الناتج هو خمسون السؤال رقم أرباطاشر حل المسألة التالية كتب محمد خمس وعشرون كلمة كتب أحمد أربعة وعشرين كلمة كم كلمة كتب كلاهما إجمالا أقوم بتوزيع خمسة وعشرين على الآهات والعشرات أكتب خمسة وعشرين أربعة وعشرين أكتب أربعة وعشرين أوزع الأربعة أحد واثنان عشرات أقوم عزاء الطلاب الآن بجمع الآحات خمسة زائد أربعة أحسنتم يا أبطال تسعة اثنان زائد اثنان ممتاز أربعة إذن المجموع تسعة واربعين كلمة بأوجد العدد الناقص لدينا هنا أربعة زائد فراغ زائد سبعة زائد خمسة يساوي واحد وعشرين لحل هذه المسألة عزاء الطلاب نمثل كل رقم بمجموعة من الدوائر لدينا هنا أربعة أضع أربع دوائر باللون الأزرق سبعة أضع سبع دوائر ثم خمسة أضع خمس دوائر في اللون الأزرق أحسب مجموعها واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر أحداشر نشر تلتاشر أربطاشر خمستاشر ستاشر إذن عدد الدوائر الزرقاء كلها ستاشر وهو مجموع أربعة زائد سبعة زائد خمسة أعدت صاعديا من الستاشر حتى أصل للواحد وعشرين فأقول سبطاشر منطاشر تسطاشر عشرين واحد وعشرين كم دائرة في اللون الأحمر قمت برسمها أحسنتم يا أبطال خمس دوائر وبالتالي الفراغ هنا نضع خمسة إذن أربعة زائد خمسة زائد سبعة زائد خمسة يساوي واحد وعشرين السؤال رقم خمستاشر إذا كان لديك سبعة وعشرين كرة لونها أزرق ثلاثة وعشرين كرة لونها أصفر ستاشر كرة لونها أخضر واحد وعشرين كرة لونها وردي ما العدد الكل للكرات الموجودة أقوم بوضع الكرات أقوم بوضع أهداد الكرات بعضها فوق بعضها أزاء الطلاب فأكتب سبعة وعشرين زائد ثلاثة وعشرين زائد ستاشر زائد واحد وعشرين أقوم الآن بتجمع أجمع الآحات سبعة زائد ثلاثة أحسنتم عشرة عشرة زائد ستة ستاشر زائد واحد سبتاشر أكتب سبعة وأضع واحد في الأعلى فوق العشرات واحد زائد اثنان ثلاثة زائد اثنان خمسة زائد واحد ستة زائد اثنان أحسنتم يا أبطال ثمانية إذن مجموع الكرات هو سبعة وثمانين بأوجد ناتج الجمع لدينا هنا أعزائي الطلاب عمليتي جمع لنجمع الآن على اليمين أولا نقول اثنين زائد أربعة زائد ثلاثة اثنين زائد أربعة ستة زائد ثلاثة أحسنتم تسعة ولدينا هنا واحد زائد واحد اثنان زائد اثنان أربعة أحسنتم إذن الناتج تسعة واربعين على اليسار واحد زائد ثمانية تسعة زائد اثنان أحد عشر أحد أضع واحد وواحد في الأعلى في العشرات واحد زائد واحد اثنان زائد واحد ثلاثة زائد اثنان خمسة إذن مجموعة الأرقام والأعداد على اليسار هو 51 السؤال رقم 16 اطرح باستعمال لوحة المئة ارسم أسهما على اللوحة 63-31 نقوم بوضع دائرة على 63 ننتبه هنا أعزائي الطلاب بأن لدينا هنا طرح فنقوم بالصعود للأعلى بمقدار العشرات في الجمع نقوم بالنزول للأسفل أما في الطرح نقوم بالصعود للأعلى بمقدار العشرات نصعد للأعلى ثلاث صفوف ثم نرى الآحد واحد أقوم بالذهاب باتجاه اليسار تنازلياً أعد تنازلياً إذن أصل إلى 32 إذن الناتج 32 باستعمل خط الأعداد المفتوح لإيجاد الفرق 54-10 نقوم بالعد تنازلياً قفزة واحدة عشرة إذن نقول ناقص عشرة 54 ناقص عشرة الناتج 44 السؤال رقم 17 اطرح أفكك العدد الذي أطرحه أبين عملي على لوحة المئة لدينا هنا عزاء الطلاب 35 ناقص ثمانية نفكك الثمانية ننظر إلى الآحد في 35 خمسة فأفكك الثمانية إلى أحسنتم خمسة وثلاثة خمسة زاء الثلاثة ثمانية إذن قمت بتفكيك الثمانية إلى خمسة وثلاثة لنقوم الآن بالطرح على لوحة المئة نضع دائرة عند الخمسة وثلاثين ثم أقوم بالذهاب بالذهاب باتجاه اليسار بمقدار خمسة نصل إلى الثلاثين واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ثم أكمل ثلاثة باتجاه اليسار العد التنازلي فأصل إلى سبعة وعشرين إذن خمسة وثلاثين ناقص ثمانية كم يا أبطال أحسنتم سبعة وعشرين السؤال رقم ثمنتاشر اختر الإجابة الصحيحة عدة صعوديا لإيجاد ناتج الجمع تسعة زائد سبعة أحسنتم يا أبطال ستاشر ستاشر ما العدد الناقص في حقيقة الجمع والطرح لنفكر أوقف الفيديو وفكر ثم أجب أحسنتم يا أبطال الإجابة هي تسعة السؤال رقم عشرون ما العدد الناقص في خط الأعداد المفتوح؟ ثلاثة وعشرين زائد عشرين هنا نقفز قفزتين كل قفزة عشرة نجمع ثلاثة وعشرين زائد عشرة ثلاثة وثلاثين زائد عشرة أحسنتم يا أبطال ثلاثة وأربعين مع السؤال رقم واحد وعشرين ما الرقم الذي يجعل الجملة العددية صحيحة؟ لدينا هنا خمسة وخمسين زائد فراغ ثلاثة الأحاد فراغ الناتج تسعين هل أضع في الفراغ أربعة أم خمسة أم ستة؟ أحسنتم يا أبطال خمسة لأن خمسة زائد خمسة عشرة صفر وواحد في الأعلى واحد زائد خمسة ستة زائد ثلاثة تسعة ما ناتج الجمع؟ لدينا ثماني وثلاثين زائد أربعة وخمسين نجمع الأحاد ثم العشرات أوقف الفيديو عزيز الطالب ثم أجل أحسنتم يا طلابي يا الأعزاء الإجابة الصحيحة هي اثنان وتسعين السؤال رقم ثلاثة وعشرين لدينا أعزاء الطلاب جملة عددية من الطرح لدينا هنا الأحاد فراغ والعشرات سبعة سالب ثلاثين يساوي ثلاثة وأربعين ما الرقم خمسة أم ستة أم سبعة الذي أضعه في الفراغ ناقص اثنان من الأحاد يساوي ثلاثة أحسنتم الخمسة خمسة ناقص اثنان يساوي ثلاثة السؤال رقم أربع وعشرين أكتب حقيقة الضعف وحلها أحسنتم يا أبطال خمسة زائد خمسة أصبح لدي مجموع المكعبات كاملا هو ممتاز يا أبطال عشرا السؤال رقم خمسة وعشرين استعمل أنماط حقائق الجمع لإكمال الجمل العددية هيا يا أبطال أحسنتم صفر زائد ستة يساوي ستة اثنان زائد أربعة ستة ممتاز فراغ زائد اثنان يساوي ستة أحسنتم أربعة أربعة زائد فراغ يساوي ستة ممتاز يا أبطال اثنان السؤال رقم ستة وعشرين اكتب جملتين عدديتين تمثلاني الشبكة لدينا شبكة من الدوائر عددها اثنى عشر دائرة سنكتب جملتين عدديتين واحدة تمثل الأعمدة في الأعلى وثانا وفي الأسفل تمثل الأسطر فنكتب أحسنتم ثلاثة زائد ثلاثة زائد ثلاثة زائد ثلاثة يساوي اثناشر وفي الأسفل ماذا نكتب أحسنتم أربعة زائد أربعة زائد أربعة زائد أربعة ويساوي اثنى عشر السؤال رقم سبعة وعشرين اجمع باستعمال لوحة المئة أرسم أسهما على اللوحة لدينا خمسة وأربعين زائد خمستاشر نضع دائرة على الخمسة وأربعين في الجمع نقوم بالنزول للأسفل بمقدار العشرات واحد إذن ننزل صف واحد للأسفل ثم أذهب إلى يمين بمقدار الأحد وصلنا إلى ستين إذن الإجابة الصحيحة هي ستين استعمل خط الأعداد البفتوح لإيجاد ناتج الجمع لدينا أحداشر زائد عشرين يساوي نقفز قفزتين كل قفزة مكونة من عشرة لدينا أحداشر زائد عشرة واحد وعشرين زائد عشرة يساوي أحسنتم واحد وثلاثين إذن الإجابة واحد وثلاثين السؤال رقم ثمانية وعشرين فكك الأعداد لإيجاد ناتج الجمع أقوم أعزاء الطلاب بتفكيك الأعداد خمسة وثلاثين خمسة والعشرات ثلاثين اتناشر أفككها اتنين وعشرة الآن أقوم بجمع العشرات عشرة زائد ثلاثين يساوي أربعين اتنين زائد خمسة سبعة أربعين زائد سبعة أحسنتم سبعة وأربعين السؤال رقم تسعة وعشرين حل المسألة التالية لدى أحمد تسع ألعاب أعطى منها أربع ألعاب لأخيه ثم اشترى ست ألعاب أخرى كم لعبة أصبح لدى أحمد المسألة تتكون من جزئين الجزء الأول لدى أحمد تسع ألعاب أعطى منها أربع ألعاب لأخيه إذا نضع مسألة طرح تسعة ناقص أربعة يساوي خمسة ثم اشترى ست ألعاب أخرى هو لديه الآن خمس ألعاب زائد ستة يساوي إحداشر لعبة السؤال رقم ثلاثين اجمع وارسم قوالب القيم المنزلية أعاد التجميع إذا لزم الأمر لنمثل الآحاد بنقاط والعشرات بخطوط فنرى لدينا في الآحاد والعشرات تصبح لدينا اثنى عشرة نقطة نضع عشرة منها معا ثم أنقلها إلى العشرات لتصبح خطا ثم فيبقى في الآحاد نقطتين فأكتب في الأعلى اثنان والعشرات أصبحت لدي هنا خمسة فأكتب خمسة هنا ويصبح الجواب اثنين وخمسين سبعة زائد خمسة اثناشر اثنين وأكتب في الأعلى واحد واحد زائد اثنين ثلاثة زائد اثنان خمسة السؤال رقم واحد وثلاثين حل المسألة التالية لدى محمد خمسة وعشرين قلما لدى أحمد اثنين وعشرين قلما كم قلما لديهما اجمالا اوزع خمسة وعشرين على الآحاد والعشرات واثنين وعشرين أقوم الآن بالجمع خمسة زائد اثنان أحسنتم سبعة اثنان زائد اثنان ممتاز يا أفطال أربعة الجواب سبعة وأربعين قلما أوجد العدد الناقص أربعة زائد فراغ زائد اثنين زائد اثنين زائد خمسة ويساوي أربعة عشر لنجمع الأرقام ثم أعدة صعودية أربعة زائد اثنان أحسنتم ستة زائد خمسة ممتاز احداشر احداشر والناتج هنا أرباطاشر كم يجب أن أضع في الفراغ يا أبطال ممتاز ثلاثة السؤال السؤال رقم اثنين وثلاثين إذا كان لديك أربعة وعشرين كرة لونها أزرق تلاتاشر كرة لونها أصفر تمنتاشر كرة لونها أخضر عشرين كرة لونها وردي ما العدد الكل للكرات الموجودة؟ نقوم بوضع الأعداد بعضها فوق بعض أربعة وعشرين تلاتاشر تمنتاشر عشرين ثم أقوم بعملية الجمع عزيز الطالب أوقف الفيديو قم بعملية الجمع ثم أكمل الفيديو أحسنتم يا أبطال الناتج خمسة وسبعين لأن أربعة زائد ثلاثة سبعة زائد ثمانية خمستاشر خمسة واحد فوق العشرات واحد زائد اثنان ثلاثة زائد واحد أربعة زائد واحد خمسة زائد اثنان سبعة أوجد ناتج الجمع قم عزيز الطالب بإيقاف الفيديو أوجد ناتج الجمع ثم أكمل الفيديو أحسنتم يا أبطال لدينا هنا ثلاثة زائد ثلاثة ستة زائد واحد سبعة واحد زائد واحد اثنان زائد اثنان أربعة وفي الطرف الأيسر ممتاز أربعة وخمسين اثنين زائد ثمانية عشر زائد أربعة أرباطاشر واحد في الأعلى واحد زائد واحد اثنان زائد واحد ثلاثة زائد اثنان خمسة السؤال رقم ثلاثة وثلاثين أطرح باستعمال لوحة المئة أرسم أسهما على اللوحة خمسة وخمسين ناقص اثنين وثلاثين نضع دائرة عند الخمسة وخمسين ثم أقوم بالصعود للاعلى بمقدار العشرات ثلاثة نحن قلنا في الدروس السابقة أنه عند الطرح أقوم بالصعود للاعلى بمقدار العشرات ثلاثة ثم إلى اليسار بمقدار اثنان الناتج هو ثلاثة وعشرين استعمل خط الأعداد المفتوح لإيجاد الفرق ثمانية وثلاثين ناقص عشرة أقوم بالرسم ناقص عشرة ثمانية وعشرين أحسنتم يا أبطال الناتج هو ثمانية وعشرين السؤال الأخير أربعة وثلاثين أطرح أفكك العدد الذي أطرحه أبين عملي على لوحة المئة خمسة وستين ناقص تسعة أفكك التسعة إلى خمسة وأربعة أقوم بوضع دائرة عند الخمسة وستين ثم أعود خمسة لليسار تنازليا فأصل ستين ستين ناقص أربعة أعود أربعة تنازليا فأصل إلى ستة وخمسين الإجابة هي ستة وخمسين وإلى اللقاء في درس قادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته